أما الآن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد العاصمة المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول أهلا بك سيادة العميد لنبدأ من عمليات أو مواجهات وادي خوران غرب محافظة الأنبار هل لذلك أن تضعنا في تصورات تلك المواجهات وإلى ماذا أفضت؟ بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم على مشاهدي قناة الفلوجة حقيقة المتابعة الدقيقة من قبل قيادة عمليات الجزيرة وبالتنسيق مع الأجزاء الاستخبارات العراقية وأيضا باشتراك أخواننا في قوات الحجد العشائري تم متابعة ومحاصرة مجموعة من الارهابين في وادي حوران هذا الوادي طبعا يمتد بمسافات طويلة ويصل إلى الحدود السورية العراقية والأراضي السورية استطاع أبطالنا بعد محاصرة هذه المجموعة من قتل الارهابيين اللي كانوا يستقلون هذه العجلة بعد أن كانت مصادمة بيناتهم وعلى أثرها تم قتل الخمس ارهابيين داخل هذه العجلة طبعا هذه العمليات الاستباقية والنوعية تأتي وفق الجهد الذي يبدل في قيادة عمليات الجزيرة لمتابعة وملاحقة ما تبقى من هذه الفلول المنهزمة لأصابات داعش في المناطق الصحراوية طيب سيادة العميد كانت هناك مشاركة للتحالف الدولي طيران التحالف الدولي في تلك العملية أم لا لا هذه العملية كانت باشتراك قطعات الجيش والحجد العشائري وأيضا أبطالنا في طيران الجيش بتقديم الإسناد للقطعات أثناء عملية البحث والمتابعة وكان دور طيران الجيش حقيقة دور مهم في هذه العملية بحماية وتأمين وإسناد القطعات بالقيام بهذه العملية عمليات التمشيط ما زالت مستمرة سيادة العميد؟ أكيد يعني نحن مهم جدا أدنى أن نسمر بعمليات المتابعة والملاحقة وأيضا القيام بعمليات سباقية ونوعية مبنية على الجهد الاستخباراتي كذلك يوم أمس أيضا قيادة عمليات نينوة خلال أبطالنا في خلية الصقور والفليق التكتيك التابع لخلية الصقور الاستخبارية وحقيقة بجهد دقيق ومتابعة دقيقة وباشتراك قطعات اللواء 66 من الفرقة 20 من الجيش العراقي أيضا تم متابعة مجموعة إرهابية هؤلاء كانوا انتحاريين تم محاصرتهم وأثناء المصادمة معهم تم قتلهم وحقيقة الفيديو كان لدي وشاهدت كيفية عملية انفجار الإرهابيين أثناء المصادمة وبعدا تم قتلهم وأيضا هم خمس انتحاريين وتم قتلهم والتدمير الأحزم الناسفة اللي كانوا يرتدوها هذا كذلك هو يأتي ضمن الجهد والمتابعة الاستخباراتية الأجهزة الاستخباراتية العراقية وأخص بالذكر الجهد الكبير والمتميز لأبطالنا في خلية الصقور الاستخباراتية جهد ومتابعة دقيقة لملاحقة بقايا هؤلاء الإرهابيين في هذه المناطق نعم أيضا يعني وفي هذا الجهد تحديدا الجهد الاستخباراتي لجهاز المخابرات العراقي أيضا بدوره أعلن تفكيك مجموعة تمويل لداعش هذه المجموعة هل كانت في بغداد العاصمة أم في بغداد العاصمة بقية المحافظات بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى هذا سيقوض من تحركات داعش في الفترة المقبلة وإلى أي مدى طبعا جهد كبير لأبطالنا في جهاز مخابرات الوطن العراقي هذه متابعة دقيقة وحثيثة منذ فترة طويلة لمتابعة هؤلاء الإرهابيين هذه المجموعة كانت تعتبر من أهم الممولين لأصابات وبقايا أصابات داعش الإرهابي واستطاع هذا الجهاز البطل من القاء القبض على هذه المجموعة بجهد كبير وطبعا هذه المجموعة تشتغل وتعمل بأدة دول ومناطق وكانت تعتمد بأساليب خبيثة عن كيفية تحويل أموال وعملية إدارة هذه الأموال لكن استطاع أبطالنا في جهاز المخابرات الوطن العراقي من القاء القبض عليهم وتفكيك هذه الخلية نعم تم ذلك في بغداد العاصمة يعني هناك ضرورات استخباراتية لا نعلن ونقدر ذلك بالتأكيد لكن مهم في هذه العملية طيب نعم نقدر يعني هذه العملية تمت بنجاح كبير وبجهد كبير نعم ونقدر بالتأكيد يعني هذه السرية فيما يتعلق بمثل هكذا معلومات طيب عمليات الجزيرة والبادية سيادة العميد تسلمت من الميليشيات الكردية المحلية السورية 151 عنصرا من داعش ممن يحملون الجنسية العراقية هل لك أن تضعنا في حيثية ذلك التسليم تم بعلم النظام أم بدونه يعني تفاصيل تلك العملية حقا يعني أولا أولا نحن من واجبنا نتابع كل الإرهابيين خاصة الإرهابيين التي تركوا بعمليات قتل وترويع وتدمير للشعب العراقي حقيقة التفاصيل لم تصني بشكل دقيق لحد الآن هناك اتصلت أنا مع السيد خاد عمليات الجزيرة والأخوان هناك أعتقد أنه بعد إكمال كل التفاصيل وإن شاء الله سيكون هناك توضيح يصدر من قبلنا بخصوص هذا الموضوع ننتظر التفاصيل ودقة هذه التفاصيل لتكون الرسالة الإعلامية والأمنية دقيقة عندما نصدرها باتجاه المواطنين وماذا أيضا عن 13 عنصر من داعش لكنهم ممن يحملون الجنسية الفرنسية أيضا تم إلقاء القبض عليهم في العمق السوري هل تم ذلك بالتنسيق مع جهة معينة في ذلك العمق أم لا سيادة العميد سيدتي الكريمة اليوم من واجبنا أن ندافع عن العراق وندافع عن الشعب العراقي بكل ما أوتينا من قوة لدينا مركز تبادل معلومات استخباراتي يضم أربع دول وهي سوريا والعراق وروسيا وإيران إضافة إلى ذلك ممكن أن يكون لدينا تنسيق استخباراتي مع أي قوة موجودة على الأرض مقابرنا داخل الأراضي السورية الغاية منها هو أن نمنع الإرهابيين من التغلغل أو التسلل أو الوصول إلى الأراضي العراقية العمل السخباراتي يتطلب جهد كبير وأعتقد أن الأجهزة السخباراتية العراقية اليوم أثبتت كفاءة وجدارة كبيرة عملية تلقاء القبض عملية تدمير تفكيك هذه الخلايا مستمرة وحقيقة نحن لا نعلن عن كل العمليات التي تقوم بها الأجهزة السخباراتية لضرورة يعني أنت لا بد أن تكمل عندما تلقي القبض على مجموعة ممكن أن تكمل بعد التحقيق تلقي القبض على كافة أعضاء هذه المجموعة وتفرعات هذه المجموعة طيب سيادة العميد هل هناك أيضا من تنسيق استخباراتي مع التحالف الدولي خاصة في إشراف التحالف الدولي أخيرا على تأمين مغادرة الشاحنات طبعا تقل بعض عناصر داعش مع عائلاتهم في سوريا تحديدا في منطقة الباغوز السورية المحاذية للحدود العراقية إلى جهة مجهولة يعني أولا موضوع نقل شاحنات وعوائل إلى جهة مجهولة أعتقد هذا كلام يعني ما احترامه وتقديره هو غير دقيق إحنا لدينا تنسيق استخباراتي مستمر مع كل الجهات ذات العلاقة التي تطلب من أدنى مثل ما أشرت أن نحمي الأراضي العراقية وسلامة المواطن العراقي المتابعين لأدق تفاصيل وتحركات عناصر تنظيم الارهابي خاصة في الجيب المتبقي الذي الآن قوات قسد السورية تقوم بعمليات عسكرية اتجاه هؤلاء الارهابيين أشرت في كلامي مهمتنا واضحة أن نتابع أن نلاحق اليوم سيدتي الكريمة معركتنا هي معركة استخبارات انتهت المعركة العسكرية وحققنا النصر لكن احنا مستمرين بالعمل والجهد الاستخباراتي لملاحقة ما تبقى من هذه الفلول وبعض الخلايا وأشرنا في كلامنا عملية تأمين الحدود العراقية السورية بشكل كبير هي مؤمنة قبل قطعاتنا لن نقف مكتوفي الأيدي في حال أن استشعرنا بوجود أي خطر باتجاه الأراضي العراقية سنرد ونرد بقوة باتجاه أي خطر يمس سلامة المواطن وسلامة الأراضي العراقية نعم أبسى ذلك واضحا المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى الرسول كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد العاصمة شكرا جزيلا لك